كشرت صحيفة الواشنطن بوستر أمريكي عن رسالة تحذيرية بعثها الرئيس الأمريكي جو بايدن لمرشد الإيراني علي خامنائي على خلفية استهداف القواعد العسكرية في العراق وسوريا الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قوله أن بايدن حذر خامنائي من رد قوي وحازم على وكلاء إيران في العراق والمنطقة ولفتين إلى أن القادة العسكريين طلبوا من البيت الأبيض توجيه ضربات قوية لفصائل تدعمها طهران في العراق وسوريا أضافوا أن هذه المطالبات تأتي بعد الهجمات المتكررة على القواعد الأمريكية في بغداد وأربيل والأنبارة ولفتين إلى أن بايدن يوجه ضغوطا كبيرة للرد وهو يدرس خاليا قرارا بالانتقام من هجمات وسط قلقه الأوسع من أن الحرب الدائرة حاليا قد تكون على شفاء انفجار عاصفا على مستوى المنطقة